انجيل اليوم بيحكي لنا انه قديش ربنا قريب مننا في احزاننا في ضيقاتنا في شدائدنا هو بيقريب مننا وبتحنن علينا انجيل اليوم شفنا كيف السيد اوقف الجنازة اللي كان الابن الوحيد لأمه الأرملة وأقامه من بين الأموات وسلمه لأمه بعد ما حكالها ما تبكي انجيل اليوم بيحكي لكل واحد مريض يأسان حزين مضطرب وقلق بيحكي له يسوع ما تخاف ما تبكي أنا معك بس ثق فيه انجيل اليوم أبنائي بيخلينا انه نحن نكون على يقين انه نحن مش لوحدنا ماشيين في هاي الحياة ولكن الله نفسه هو قريب مننا امنا الفائقة القداسة والقدسين والقدسات هم معنا اذا حسينا فيهم وقتها رح نشعر قديش نحن خطا لأنه مع اننا نحن خطا هم بيضلهم جنبنا ما بيتركون وهي هي المحبة المحبة الحقيقية من الله المحب انه دائما هو برقد ورانا حتى يلتقي فينا وحتى يعلمنا كيف منا نلتقي نحن مع بعضنا البعض لأنه المسيح اجا تجسد الاله اصبح انسان حتى يلتقي فينا بتجسده علمنا المقدرة وفن اللقاء مع بعضنا البعض يعني هو علمنا كيف نحن لازم نلتقي مع بعضنا البعض بروح المحبة بروح التسامح بروح المغفرة وفي داخلنا في ضمير نقي اللي بس بتعلم كيف بده يسامح كيف بده يغفر كيف بده ينمي افكار حسنة النية نحن اذا بتنتبهوا دائما افكارنا بتميل لسوء النية دائما افكارنا بتنوم بتميل للإدانة والحكم على الآخر ومنكون دائما قصيين بحكمنا على الآخر ولينين بحكمنا على نفسنا وهذا قانون مش روحي الإنسان الرحاني بيكون رؤوف على القريب وقاسي على نفسه شوفوا نحن عكس هيك هاي هي من سمات عاصرنا ومن حضارة اللي نحن منعيشها وأصبحنا أبنائها بكل أسف حضارة مش مسيحية ولا ثقافة روحية نحن المسيحيين في قرن الواحد وعشرين علينا مسؤولية إننا نحافظ على حضارتنا الروحية ونحافظ على ثقافتنا الإنجيلية اللي نمارسها في حياتنا هادي اللي رح نميزنا على الآخرين في العالم عشان هيك حكالنا يسوع أنتم نور العالم حكالنا أنا اخترتكم من العالم وكوني أنا اخترتكم من العالم عشان هيك العالم ببغذكم وستكونون في ضيق في العالم ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم وإنتوا معي رح نغلب العالم هادي الشي مش مش لازم نحن ننسا لأنه كتير مرات نحن ننغمس في فكر العصر وفكر العصر ايش هو 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 ضد روح الصليب يعني هو ضد الإنجيل هو شيطاني بالديانة دائما نعيش براحة وبيحكي للإنسان المعاصر انتبه انت حتى تكون سعيد لازم تكون مرتاح حتى تكون مبسوط وفرح لازم يكون كل شيء لك مهيئ وهذا الفخ اللي بنصب للإنسان المعاصر حتى يكون إنسان استهلاكي في زمن مادي حتى يجعل الإنسان يكون عبد من خلال الاستهلاك للمادي ويصير أسير في سجن في عبودية عبودية المال ولما أحكي المال مش معناته لفلوس فقط ولكن المال هو كل شيء دنيوي هو كل شيء ضد المسيح هو كل شيء سيفقد قيمته بعد ما رح نغادر هاي الحياة اللي نحن عايشين فيها المادي هو كل شيء ما برافقنا لحياتنا الأبدية فهو مادي معناته ما إله قيمة معناته القيمة اللي إله نحن منعطيها لإله الإنسان وقلب الإنسان هو يعطي هاي القيمة لهذا الشيء على حسب الزمان والمكان ولكن نحن أبناء المسيح شيء واحد إله قيمة وقيمتنا هي باتحادنا بيسوع وحبنا لإله وحبنا لبعضنا البعض عشان هيك حضارتنا ثقافتنا المسيحية الروحية وبالأخص الشرقية هي حضارة التسامح ومحبة هي حضارة التقاء مع الآخر وقبول للآخر وهون كتير مهم ندرك إنه كمان الآخر مش هو زي ما بدنا لأنه كمان العالم عمله فينا شو إني حتى أعمل التاني صاحب لإلي صديق لإلي لازم يصير زي نسخة عني وإذا ما صار أنا برفضه ما بلتقي فيه ببطل صاحبي بحاربه ما بحكي معه وبصير أحكي عليه وبصير أنتقده وأدينه وما منكتفي بهيك كمان منحقد عليه ومنصير نطلع سموم من قلبنا لا هذا مش المسيح ولا هذا المسيحي ولا هاي هي حضارتنا نحن المسيحيين نحن أصحاب حضارة وأصحاب ثقافة وأصحاب فكر وهي الحضارة والثقافة والفكر هي من إلهنا المتجسد وأصلنا السماوي إنه نحن إلنا أب اللي هو أبانا الذي في السماوات وطننا هو السما بلدنا هي الملكوت السماوي وأمنا هي الفائقة القداسة وإخوتنا وأخواتنا هم القديسين والقديسات اللي هم ثمار عمل الله في الكون يعني إلهنا المتجسد اللي أتى حتى يخلصنا وأصبحت الكنيسة أعطانا الكنيسة اللي هي شو هي الكنيسة الكنيسة مش هي هاي الجدران اللي بتشوفوها والإيكونات وكل هاد الموجود هاد مهم ولازم يكون وهو أساسي وضروري ولكن مش هاي فقط هي الكنيسة الكنيسة هي جسد المسيح الممتد عبر العصور هاد الجسد اللي نحنا في داخله منخلص عشان هيك الكنيسة بتكون سفينة اللي نحنا في داخلها منشتاز أمواج هاي الحيال كتير مرات بتكون عالية وبحر هاد الحيال بيكون مالح مر ولكن نحنا مع المسيح القائد لهاي السفينة بقودنا للمينة وين المينة هو الملكوت اللي نحنا مش منعيشه لما نموت لا منعيشه من هون وعشان هيك منفرح وفي قلبنا في سلام وفي ضميرنا وفي قلبنا في أفكار حسنة مع أنه كل إشي ضدنا كل إشي بعاكس لإلنا وعشان هيك الكنيسة شو كمان هي هي مستشفى اللي بيداخله وكلنا مرضى ومنيجي حتى نتطبب من مين من يسوع الطبيب اللي بعطينا الشفاء لنفوسنا وأسادنا وثمرت عمل الكنيسة إنه هاي الكنيسة هي مكان جميل بيوصل للمينة وبشفي المرضى هو إن عنا قديسين وقديسات هدول هم البرهان والإثبات إنه المسيح بتجسده وحياته هون على الأرض وقيامته من بعض الأموات وسعوده إلى السماء اللي أصعد طبيعتنا اللي نفيت بسبب الخطيئة من الفردوس أعادت بيسوع المسيح لما كانتها الأولى أعطانا مكانة المسيح أعطانا إننا نكون موجودين إننا نكون أحياء هاي المكان اللي أعطانا إياها المسيح برهان إنه الكنيسة بتقوم في عمل إنه في عنا القديسين والقديسات وعشان هيك بتشوفوا هاي البدع والهرتقات اللي بتحارب المسيح وبتحارب الكنيسة وبتدعي إنها مسيحية شو بيحكوا قال ما بيعترفوا في القديسين انتبهوا قال ما بيعترفوا في القديسين طب فيه كنيسة بدون قديسين بدهم شو بدهم يحكوا لنا ما في قديسين معناته المسيح ما عمل شي بالنسبة إن القديسين هم حتى يحكوا لنا ويحكوا لكل جيل إنه المسيح افتدانا بدمه وثمرة عمل الكنيسة هو إنه في ناس اتطببت في داخل الكنيسة وصاروا قديسين ونحن كمان لازم نغار منهم ونصير قديسين هاي هي الكنيسة الفاعلة ولكن بدهم يموتون بدهم يعطون كنيسة عقيمة وعشان هيك ببثوا كل هاي الهرتقات والبدع في زمنا الكل ما لها ما بتكتر وأنا بنبهكم أبنائي ما تقعوا في شباك هاي الهرتقات وما تسمعوا إنه المسيح موجود في كل مكان لا المسيح مش موجود في كل مكان والإنجيل واضح المسيح هو فقط موجود في الكنيسة وفي حياة وأسرار الكنيسة وهي هي الكنيسة اللي أسسها مش أي جماعة بتطلع هون وهناك وبتحكي إنه هون المسيح والإنجيل نبهنا لهذا الشيء حكالنا انتبهوا مش إذا سمعتوا إنه هون المسيح أو غاد المسيح تتبعوهم لا أنا سبق وخبرتكم حكالنا المسيح أنا سبق ونبهتكم انتبهوا لأنهم هدول ذئاب خاطفة آتية لتخطف نفوسكم وتقودكم للهلاك أنا سبقت ونبهتكم فبالتالي أبنائي لازم ننتبه وين منترك نفسنا وكيف منعيش ثقافتنا المسيحية الروحية الشرقية الأرثولوكسية نحن أبناء الشرق أبناء الكنيسة الأرثولوكسية أعطينا كل العالم البشارة أعطينا الحضارة وهم بلشوا يستوردوننا مسيحية غريبة عن المسيح اللي نحن أعطيناهم إياه منا ننتبه ما نقبل المسيح اللي بجينا منهم ولكن منا نحافظ على إيماننا الأرثولوكسي وعقيدتنا وحياتنا الليتورجية وحضارتنا وثقافتنا اللي نحن أعطيناها وكانت نور في العالم وستبقى نور في العالم لأن المسيح هو معها هذا الشي لازم يكون المكان والفكر اللي ننمي ونربي في أولادنا عشان هيك إنجيل اليوم المسيح في آخر الإنجيل أقام الميت أقام الإبن الوحيد لهذه الأرملة وسلمها إياه بعد ما حكالها ما تبكي والمسيح هو موجود حتى يقيم كل إشي عطيق فينا كل إشي فاسد فينا كل إشي دنسه أو لوثه أو موته روح العصر اللي نحن عايشينه المسيح هو بالقرب منا حتى يقيمنا ويحيينا من أول وجديد ويدب فينا الحياة ويعطينا النور يعطينا القيامة وهيك نتجاوز كل معويقات اللي نحن كتير مرات منحطها أمامنا لأنه في عنا ثقافة زي ما حكينا من زمن اللي بده إيانا دائما نكون استهلاكيين وماديين ونقع في فخاخ وشباك العالم اللي حوالينا عشان هيك أبنائي عمارنا شغالين اليوم في الكنيسة لتأسيس مؤسسات للكنيسة منها تعليم الموسيقى البيزنطية منها تعليم رسم الإيكونات منها تعليم المسبحة منها الفسيفساء ومنها المركز الأرثولوكسي اللي عمالنا بنبنيه هلأ في منطقة دبين اللي رح يكون مكان مش بس مخيمات لأولادنا ولكن مكان التقاء حتى نلتقي مع بعضنا البعض وحتى يكون لقاء حضاري ولقاء حضارات اللي فيها هوية بلدنا المسيحية الروحية الثقافة بلدنا اللي بدهم يشوهوها ويجردوها دير دبين والمركز الأرثولوكسي اللي هلأ بنبني ببركة أمنا العدرة وبركة كنيستنا الأرثولوكسية في منطقة الدبين رح يكون مكان للقاء ما بين كل فئات المجتمع وما بين أبنائنا هون وأبنائنا من الخارج حتى نأكد على هويتنا الشرقية الأرثولوكسية العربية الرومية الأصيلة ونعلن إيماننا من خلال محبة محبة عيش محبة طلاقي محبة لقاء وعشان هيك بدي من الكل مش بس يساعدوا ماليا ولكن بدي من الكل يذكر هذا المركز ويذكر عمل الكنيسة في صلاته أنتوا لازم تصلوا من أجلنا زي ما نحنا منصلي من أجلكم حتى ربنا يساعدنا ويساعدكم وحتى كلنا مع بعض نظلنا نرتقي مع بعض في روح المحبة وروح مؤسساتنا الأرثوذوقسية اللي عمالنا منحاول نبنيها مع كل المقومات والصعوبات الموجودة في زمننا اللي بنعمة الله رح نتخطاها أبنائي أبنائي أنا اليوم حبيت أكون معكم في هاي الرعية للقدس نيكولاوس حتى أحكي لكم أنه أنتوا دائما حاضرين معي نعم يمكن بغيب عنكم لفترة بسبب انشغالي مع كنائس ومع أمور عديدة اللي موجود أنا فيها ولكن أنتوا موجودين دائما معي بحملكم في صلاة وفي قلبي دائما وبحبكم وبطلب من ربنا أنه يعطيكم كل نعمة وبركة حتى تكونوا دائما ملتفين حول كنيستكم وتكونوا آربين من أبونا رعيكم أبونا أيوب حتى تقدروا كلكم مع بعضكم البعض كلنا مع بعضنا البعض نقدر أننا نحافظ على إيماننا وعلى حياتنا اللي رح نقدمها لإلهنا القائم من بين الأموات أبنائي نعمة ربنا تكون معكم هاي النعمة تبارككم وتعطيكم كل بركة في حياتكم تبارك عائلاتكم أولادكم تشفي مرضاكم وتساعدكم على حمل صليب هاي الحياة وإنتوا فرحين في قلبكم في سلام وفرح اللي بعطيه المسيح القائم من بين الأموات اللي أعطانا الحياة وما أعطانا الموت المسيح قام أعطانا الموت ترجمة نانسي قنقر موسيقى